كان هناك خطاب مهم ومرتقب ومنتظر للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اتصال هاتفي أجراء مع رئيس المزراء الإسرائيلي بن يمين ناثنياه من خلال هذا الفيديو سنناقش نحن وياكم أهم ما جاء في هذا الخطاب دون زيادة أو نقصان بكل حرفية وموضوعية أولاً ذكر أنه الواتف المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب إسرائيل وتدعمها وستلبي كل الاحتياجات اللازمة للدفاع عن مواطنيها أيضاً قال أنه لإسرائيل كامل الحق في الرد على الهجمات أيضاً ذكر بأنه هو قال لنتنياهو أن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسماً أيضاً أضاف بأن الواتف المتحدة الأمريكية ستظل متحدة في دعمة لإسرائيل وللإسرائيليين الذين فقدوا أحبابهم أيضاً قال أن الواتف المتحدة الأمريكية ستوفر الزخائر والصواريخ للقبة الحديدية للتأكد من بقاء إسرائيل قادرة على الدفاع عن مواطنيها وأضاف أن هناك مواطنين أمريكيون من ضمن الأسرة وبأنه وجه فريق للتنصيق مع الكيان إسرائيلي الإفراج عنهم أيضاً أضاف بأنه وجه بتحرك حاملة الطائرات جيرال فورد لتدعم الوجود الأمريكي البحري في المنطقة أيضاً ذكر بأنه قلوب الأمريكيين وقلوبهم مفطورة ولكن العظيمة قوية وأضاف بأنه أمر باتخاذ خطوات في جميع المدن الأمريكية ومدن الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز حماية اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية وأنهى بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل دائماً سنداً لإسرائيل أكيد بدأ على بايدن علامات التأسر والزعل وغيرة من المواضيع أعطونا لأيكم بما ذكرنا لأيكم وبخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن برجع بذكر أن نحن نقلنا الخطاب وأبرز ما جاء في هذه الخطاب بحزفيرو أكيد الخطاب موجود بشكل كامل على قناة شو الأخبار على فيسبوك ويوتيوب والموقع الرسمي الخاص بالقناة بإمكانكم الرجوع لألو ما تنسوا تعملوا شير لهذا الفيديو وأيضاً تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لايك وفولو على فيسبوك وإنستغرام وطيك توك وصبسكريب على يوتيوب